السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك طرحت عليكم سؤال في منتد القناة حول ما هي قيمة شدة الطيار الأكبر أو القصوية التي يتحملها المفتاح العادي لتشغيل مصباح دون أن يتعرض هذا المفتاح للتلف أو الضياع طبعا المفتاح العادي أو حتى مفتاح الذاب والإياب هي مفاتيح كهربائية خصصة لتشغيل أو فصل الكهرباء على المصابيح الكهربائية لكن من الممكن أن نستعملها أيضا للتحكم في بعض الأجهزة التي قد تكون مقابيسها أو بريزاتها في أماكن بعيدة أو يصعب الوصول إليها مثلا هذا المكيف كما تلاحظون هنا المكيف بعيد حتى البريزة التي نوصل بها المكيف بعيدة نوعا ما قد يطلب مننا صاحب المنزل أو المنشأة هنا أن نضع مفتاح عادي لتشغيل وإيقاف تشغيل أو توصيل المكيف ويكون هذا المفتاح مفتاح يتحكم في البريزة التي هي موصولة بالمكيف المهم حتى لا نتعمق في كل التوصيلات الممكنة لإستعمال المفتاح في تشغيل أو إيقاف الأجهزة أو المصابيح لا بد لنا أولا من معرفة ما هي القيمة الأكبر والقصوية لشدة التيار التي يتحملها المفتاح الكهربائي عند تشغيل جهاز أو حمل معين دون أن يتعرض للتلف أو الضياع وهو موضوعنا لهذه الحلقة الإجابة على هذا السؤال هي سهلة جدا رغم أن السؤال قد تعتقدون أنه صعب لو انتبهتم لكل اللوحات الحماية الكهربائية التي قمت بنشرها في القناة أو الصور الموجودة في الأنترنت للوحات الحماية ستلاحظون أننا دائما ما نستعمل حماية 10 أمبير مع دوائر الإنارة وهو فعلا المفتاح العادي لتشغيل وفصل المصابيح يتعمل 10 أمبير كحد أقصى لشدة التيار دون أن يتعرض للتلف أو الضياع كان هذا الحمل يعني 10 أمبير تشغيل مجموعة من المصابيح أو جهاز معين كهربائي لابد أن لا نتجاوز قيمة 10 أمبير في التحميل شدة التيار على المفتاح العادي حتى لا تتعرض متنامسة التي تفصل التيار أو تقوم بتوصل التيار للتلف أو الضياع هذه هي المعلومة التي كنت أريدكم أن تعلموها بخصوص مفاتيح الكهربائي لكن الآن عندي سؤال آخر وهو إذا أردنا تشغيل مجموعة من المصابيح يكون حملها أكبر من 10 أمبير من مكان واحد ماذا علينا أن نفعل؟ أو ما هي الوسيلة الكهربائية التي سنتحكم بها في مجموعة من المصابيح يزيد حملها عن 10 أمبير؟ أو بشكل آخر إذا أردنا أن نتحكم في هذا المكيف الكهربائي أو سخان مياه أو أي جئاز كهربائي يعمل بشدة تيار أكبر من 10 أمبير دون أن نقوم بسحب أو توصيل القابس في البرزة ما هي الوسيلة الكهربائية التي سنستعملها في هذه الحالة؟ أنا أنتظر تعليقاتكم على هذا الفيديو والإجابة ستكون في الحلقة المقبلة إن شاء الله بالنسبة لصاحب الجواب الصحيح أشكرك وأشكر كل من كلف نفسه عناء المشاركة والتفاعل حتى وإن كانت الأجوبة الأخرى غير صحيحة لكن كل شخص يقف ويفكر ويبادر بالإجابة فهو في الطريق الصحيح حتى وإن كانت الإجابة خاطئة لأن الخطأ في الكهرباء هو أداة تعليمية مهمة والعديد يتعلم من الأخطاء بل وللأخطاء تأتي الكبير في ترصيخ المعلومة الصحيحة المشكلة هي في من يتجاهل التفكير أو المناقشة مواضع قد يجهلها هذا هو أصعب شيء وكما تعلمون فهناك شخصان لا يتعلمان وهم المتكبر والمستحيين لا ينجحان في التعلم بل لا ينجحان في كل الصعوبات لسي ستواجههم في حياتهم الشخصية والمهنية أظن أنني سأصبح طبيبا بدلا من الكهرباء إذا وصلت الحديثة في هذه المسألة إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ألقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله لا تنسوا الإجابة على السؤال هذه الحلقة حتى تكون الحلقة المقبلة بمقدمة بسيطة ونترك أهم المعلومات فيها للشرح ونشاهد العديد من الأمثلة من أجل الفهم دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر